بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة من أمتى الأوقات اللي بقى أضياء مع حضراتكم لما نكون مشتغلين مش على هم مشترك مشتغلين على حلم مشترك وهو حلم التربية أنا دايماً وإحنا بنتكلم عن بناء الإنسان وبنتكلم عن بناء أولادنا لمستقبالنا بيبقى همي إن أنا كرس مفهومهم جداً جداً حاجة اسمها التربية المتبادلة يعني إحنا وبنربي أولادنا هم بيربونا على فكرة يعني لما نيجي نقول إن إحنا بنربي أولادنا وهم بيربونا ده شيء مهم جداً 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 إن إحنا نتبنى المفهوم ده ده شيء رائع إن إحنا يفضل بنا وبين أولادنا مش بيربونا يعني بيقدبونا وبيعلمونا وبيخلطونا وبيعقبونا لا التربية مش هي كده بس ولذلك احنا النهاردة نتكلم على مفهوم مهم جدا في التربية كان كتير من الناس شايفين ان احنا مش محتاجين ان احنا نتكلم عنه لكن للأسف الواقع اللي احنا فيه واللي انا شفته في ساحة التربية بتقول ان احنا محتاجين نجدد المفهوم ده عارفين لي ان احنا نتكلم النهاردة عن نعمة نعمة انعم الله سبحانه وتعالى بيها علينا وجعلها مركوزة في قلوب الاباء وقلوب اولادهم النهمة دي هي المسؤولة عن ان الاولاد يكبروا وهم حسين بنعمة الحياة تخيل يعني اللي احنا نتكلم عنه ده هو اللي بيخلي الاولاد لما يكبروا يحسوا يعني ايه حياة وعلى فكرة والنعمة دي لو غابت بتخلي الاولاد قلوبهم مش عايشة النعمة دي ده موجودة تخلي الاولاد قلوبهم مليانة بالامتنان للأهل والشكر لنعمة ربنا الشكر على نعمة الامومة والشكر على نعمة ابوه وانه سبحانه وتعالى غمرهم بالمحبة والود لما خلاهم يدوقوا جمال ورحمة ولطف الحنان لما ييجي من عيالهم فالأهل بيحسوا بحنان ربنا من أولادهم وكمان الأولاد بيحسوا بحنان ربنا من أبائهم ومهاتهم بس الأيام دي كتيرة بنقابل أولاد عندهم أوجاع الإحساس بعدم القبول من الأهل كتر ده كتر إن الأولاد بيشتكوا كتير إن هم جعانين إن حد يحن عليهم لسبب إن هم ما كانش عندهم تقبل من أهلهم وما لقوش الحنان فيكبروا وجواهم إحساس بالخزلان وساعات يوصل بيهم الإحساس بالخزلان ده إن هم ما يتسولوا الحنان من اللي حواليهم ويفضلوا يتسولوا الحنان ده ساعات في إطار الأصدقاء فالأصدقاء يشدوا عليهم أو يتعبوهم وساعات يروحوا في العلاقات غير الصحية والعلاقات المسمومة عشان يشبعوا جوعهم للحنان والاحتواء الاحتواء اللي ممكن يكون احتواء بديل بس ساعتها يبقى احتواء مسموم لأنه بيبقى احتواء للأسف مش جيد ومليان بالتحديات ومليء بالسموم وبشوف كمان دلوقتي لو كان ده كنا ممكن نمشى على طرف واحد واللي هنتكلم عنه لنهاردة يبقى سهل بس نشوف إيه اللي صعب الموضوع اللي نحن نتكلم عنه مخلاه زي ما بقوله موضوع ملح ينتقل من فكرة الاحتياج إلى فكرة الأزمة والمشكلة إيه تاني؟ دلوقتي لقيت أباء للأسف بيعيشوا بمرارة كبيرة في قلوبهم مرارة أسود أولادهم عليهم وهم في أشد الاحتياج إليهم مين اللي علمنا أن احنا بقى نتكلم عن موضوع النهاردة اللي يحللنا المشكلة المعقدة دي إيه اللي احنا نتكلم عنه التربية بالحنان إيه يعني إيه التربية بالحنان؟ إن أنا أربي نفسي بالحنان وأربي أولادي بالحنان يعني إحنا لاتنين نتربى بالحنان ساعة ما الواحد فينا بيحن على أولاده هو كمان بيتربى ويحصل له رقة في قلبه لكن يبدو إن إحنا لما بطلنا نحلنا على أولادنا أسد قلوبنا وهو هنا بقى هيجي مربط الفرس مين اللي علمنا التربية بالحنان؟ وإن إحنا نعيش بها في كل حياتنا سيدنا النبي حنين سهل كده وليل صاحب الحنان كله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة